ملف الحكومة مؤشرات إيجابية جدا تتحدث عن قرب تشكيل الحكومة نحن ننتظر رئيس ميقات اللي قال أنا رحنين بأصر بعبدة نهم تتشكل الحكومة فجأة ونعش دوران الحكومة لا تتشكل لأي درجة فعلا هذه الإيجابية هي صحيحة وهل تتوقع تشكيل الحكومة قريبا الإيجابية هي صحيحة لأن دول العالم كلها والسفراء عم بيطلعوا عند فخيمة الرئيس ويحكوا مع دولة الرئيس ميقاتي أنه لازم تتشكل حكومة أنه ما بدنا نخلق أزمة دستورية أنه بيخلص عهد رئيس الجمهورية ما فيه انتخابات رئاسية تجي حكومة مستقيلة يعني هي حكومة مش موجودة حكومة تصريف أعمال هي بتعمل تستلم مقام رئيسة الجمهورية هذا الشيء منه مضبوط بالمنطق وهذا الشيء منه مضبوط بالدستور وهذا الشيء فخيمة الرئيس ما رح يقبله برأيك خافوا من كلمة الرئيس الأخيرة اللي قال فيها من بعد ما كان صار له شهور عم بيقول أنا بـ 31 تشرين الأول رح أترك ولكن من التفاجأ أنه بيقول بآخر مقابلة ولكن إذا كان الوضع طبيعي بما معناه فيه خوف برأيك من أنه هو بده يترك هو بده يفل بـ 31 الشهر رح يترك أصر بعبدة بس في حلول كتير كبيرة غير قصة أنه يبقى بأصر بعبدة مثل؟ بعين حكومة ما بيقدر يبدو يعين حكومة بله بعين حكومة قبل الطائفة لا 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 فيه إلى اجتهادات قانونية منشان يعين حكومة هلأ بتعرف أنت أنه كل المشاكل نحن والرئيس مقاطي مقلة تبرير دستوري أبدا يعني صرنا حكينا 500 مرة إذا بتطلع على نص الدستور نص الدستور ما أعطى للرئيس الحكومي المكلف حق تصمية الوزراء أبدا بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ولكن يوقع مع رئيس الجمهورية لا أول تسمي وهو رئيس حكومة يوقع لا لا بتعرف أنت بفرنسا هو اسمه رئيس حكومة يعني هو بناء وزراء لا أبدا بفرنسا رئيس الجمهورية يسمي الحكومة وسمي رئيس الوزراء تعرف أنه رئيس الحكومة بفرنسا بيوقع مع رئيس الجمهورية الحكومة كمان نعم ما نحن أساسا إخدين من فرنسا يعني هون بيوقع مش بعناتا مش بعناتا أنه بناءهم كلهم هونيك بيوقع كمان وما بناء شيء 100% ولكن هذا لا يعني أنه كمان بس بيوقع رئيس الحكومة مظبوط بس هل يعني هذا الأمر أنه رئيس الجمهورية بس بيوقع؟ لا كيف بنحلها؟ كيف؟ ماكسيموم ماكسيموم نص بنص بس رئيس الحكومة ومن وراء رئيس الحكومة وراء أساس حكومات الماضيين من كم سنة الماضية بيعتبروا أنه هن بناءه ورئيس الجمهورية بيوقع هذا الشيء ما ممكن يصير وهون أصل المشكلة لأنه الرئيس عون ما قبل أنه يخلق هالسابقة أنه رئيس الحكومة هو بناءه وبيجي رئيس الجمهورية بيوقع معه؟ لا الدستور واضح والنص واضح بأن رئيس الحكومة يوقع مع رئيس الجمهورية إصدار الحكومة يوقع معه هلأ بالواقع الحكومة يبدو أنه على الطريق إلى التشكيل بحسب معلوماتك دكتور من كم وزير مألفة؟ هل هناك تغييرات؟ هل فعلا إذا بنا نعطي نسبة لأدي في نسبة أن الحكومة ستبصر النور قريبا؟ الحكومة بفتكر دولة الرئيس ميقاتي بيرجع بعد أسبوع يمكن خميس الجيلة يرجع من جولته نعم بعد ما يرجع رح يطلع أثر بعبدا وإذا مثل ما قلت فارشين لو تخت هناك بده يبقى هناك إن شاء الله يعمل من الوزراء من الحقائب الأرجح هيك رح يتغير الوزير فياد ما بعرف ما بعرف بعد ما حسم الأسماء التي ستتغيري اللي عم تسمعين بالإعلام مش صحيحين ثقائقي حدا تظهير